حرب العقوبات مستمرة بين الولايات المتحدة الطرف المعاقب وإيران المعاقبة هي وأترعها في المنطقة فما بين واشنطن وطهران وقبل التفاوض النووي وعلى هامشه تجري العقوبات والهجمات المتبادلة في شهر أيلول المقبل ستعود وفود التفاوض إلى فيينا محملة بملفات كثيرة حيث سيقابل الغربيون الوفد الإيراني الممثل لسياسة الإدارة الجديدة بقيادة إبراهيم رئيسي وما بين الوفدين ملف إيران النووي وصواريخها الباليستية وميليشياتها المنتشرة في المنطقة لكن قبل انطلاق مرحلة التفاوض السابعة فإن ساحات المنطقة ستشهد وفقا لمختصين تصاعدا في الهجمات والتفجيرات وصولا إلى إطلاق الصواريخ أما المحاور فهي عديدة بداية من العراق ووصولا إلى اليمن وفي مقابل هذا التوتر تستمر العقوبات الأمريكية بخطا أوسع لمنع طهران من أخذ زمام المبادرة هي ووكلائها وكان آخرها ما أعلنته الخارجية الأمريكية عن فرض عقوبات على كيانات في العراق ولبنان وسوريا وحتى روسيا حيث طالت العقوبات ميليشيا حزب الله اللبناني وميليشيات حزب الله والعصائب في العراق بسبب خرقها قرار حضر تسليح إيران وسوريا وكوريا الشمالية والتحضير لهجمات على مواقع عسكرية أمريكية أو أخرى حليفة لواشنطن في المنطقة إضافة إلى إغلاق عدة مواقع إخبارية إيرانية من خلال مصادرة نطاقاتها على شبكة الإنترنت وتتوقع مصادر دبلوماسية في بغداد أن تضع وزارة الخزانة الأمريكية في الأيام القادمة المزيد من الشخصيات التي لها صلة بالميليشيات على قائمة العقوبات بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان وقضايا فساد وابتزاز مالي وتهريب للعملات والنفط يقول مراقبون إن إدراج المزيد من الشخصيات ذات الصلة بميليشيا الحشد ضمن لائحة العقوبات الأمريكية يهدد بشمول ميليشيات الحشد كلها بالعقوبات على غرار ما حدث مع الحرس الثوري الإيراني عام 2019 عندما صنفته الولايات المتحدة منظمة إرهابية ترجمة نانسي قنقر